مسلسل بيبي ملخص أحداث الحلقة الرابعة اللي بتبدأ بنوال وبتروح تشتري فراخ وبتتخانق مع الراجل هناك وبتقوله حطيلي علبتين وبيقولها ماينفعش لازم تدفعي بيجي بعد كده ناصر اللي بيتكفد ان هو يدفع بتقوله ماينفعش لكن بيصير ان هو يدفع لها بتقوله متشكرة جدا بس انا متعودة دايما ادخل على اهلي بحاجة بيقولها يا بخت اهلك بيكي طبعا بتبدأ ان هي تعجب بي من لايه بعد كده حنان بتوري لماما مكية الهدوم اللي هتتبسها في الحفلة بتاعت حياة قارت لها حلو وبتفتكر ان هي اسمها بيبي قارت لها انا مش بيبي انا حنان مراد داري قارت لها مراد داري اسمها بيبي وطبعا الحجة مكية دايما عندها زهي مارو بتنسى بيبي بتدخل الاوضة اللي فتحها ليها داري وبتلاقي فيها حاجات بيبيهات وبتفضل تدور فيها على الحاجات ويها مستغربة جدا مش عارفة ايه ده بالزبط وكمان داري كان بيقول لها ان هي وعية وبتمثل ان هي مجنونة بعد كده بتخرج من البيت وبتروح لماما مكية بالنسبة لماما مكية قاعدة بتتكلم مع داري وبتقول له براحة على البنت اللي اسمها بيبي ماينفعش تعمل فيها كده بيبي بتيجي وبتشتكلها وبتقول لها ان داري اخدني البيت عندي في اوضة كده مقفولة وقال لي طلعي المفتاح وانا ميكنش عارفة المفتاح فيه فدلي زعق فيها ويصارخ وانا كنت خايفة فتح للأوضة وانا كنت مرعوبة انا مش هقنفف فدلي صارخ علي وانا لقيت حاجات اطفال وكمان لقيت صورة ليا وانا متينة تخينة يعني وبتوريها لها بتقول لها اوعد قوضي لحد على الصورة دي حد شافها قالت لها لأ بعد كده منلاقي داري مراته خلاص رايحة الحفلة بتاعت بنتها بيقول لها لسه بدر قالت لأ مش لسه بدر ولا حاجة لسه عشتري شوية حاجات طبعا هو مش رايح ويازع لنا جدا منه الهام بتتصل بيب بتقوله عايزين اتجاوز عايزة كيبحة اتعايل ممكن اتجاوز اي حد يتقدمني بيتخلق عليها وبيقفل في الشاسكة نوار بتتكلم مع مبارك وبتقوله ان خلاص ابوها وافق عليه بيبقى فرحان جدا بالخبر ده وسعيد جدا بيب اما بالنسبة لبيبي فابتع من مقلب جديد في داري بتخلي نايم وبتجيب العسل وبتحطه في بقه بيصحى بتنرفز جدا وبيقول لها انت كده فترطيني وبقى عايز اضربها بتخرج بسرعة فاتحية بتتصل بالرجل اللي جاب لها قشطة وبتيجي بنتها وبتقولها بتتخنق معالي قالت لو اتأخر مش حد الفلوس بعد كده بتيجي بيبي بتوقف معاهم ورجل بيجي متأخر ومش بترضى تدفع له لكن بعد كده بتضطر بيبي ان هي تدفع لكن فاتحية بتقولها لا انا هدفع الفلوس وهي بتحدها طبعا نوال بتلاقي مكتوب عليها نوال وبتعرف ان الفلوس دي كانت في الحصالة فبتغضب جدا من امها وبتقول لها الفلوس دي كانت في الحصالة وده لا بتروح بسرعة علشان تقول لاختها امين امك سرقتني الفلوس انا كنت كاتبة عليها اسمي وكانت معاها طبعا فاتحية كانت باستغربة انها لسه فكرة الحدي دلوقتي الفلوس بتاعتها وكاتبة كمان عليها اسمها بيبي موجودة عندهم طبعا فاتحية قالت لها تعالي بطري معانا فجت معاها قعدة في قط البنات وعمالة بتحط كده في مخدة وكأنها حامل اما الست دي كان عادة بتسيب جزها لوحده وبتروح علشان تشتري هدوم بييجي الراجل وبيقول لها الفسان حلوة عليك عشان تشتريه ضالي بيفتكر لما كانت مراته حنان حامل وراحت للدكتورة ولاقت ان الطفلة هيبقى بنت بنت اتقى جدا ولما دكتورة سألت ماله رادت حنان وقارت لها يا دكتورة اصله هو كان عايز ولا تلاقي انه عنده بنت طبعا بيفتكر كل ده هو الراكب العربية مبارك بيعزم اصحابه في الشغلة على الفطار عياف بيفرح له جدا على الفطار وبيبي قاعدة معاهم وطبعا بيقولوا ليه نوال افتح الفرخة علشان ناكل نوال طبعا سرحانة في كلام ناصر شكلها كده اعجبت به لما شافها ودفع لها فلوس الفرخة قاعدين بيقولوا الناوال يلا بسرعة افتح الفرخة علشان ناكل ساعد بيتعصب جدا وكمان صاره يلا افتح الفرخة طبعا نوال مش معهم اصلا فحبوا يمسكوا كيس ويفتحوا وياكلوا لكن بيبي منعتهم انا بتقولهم ان الكيس ده مش بتاعكم ده بتاع نوال اثناء خنائهم صاره بتخبط بيبي في الارض وبتخلص الحلقة على كده بيبي اول ما تخبطت بتفتكر حاجات اي حاجة بتحصل لها بتفتكر الكابوس اللي كانت عيشها في حياته قبل كده يا طرق ايه هي المعاناة اللي بتعيشها بيبي هنعرف كل ده من خلال الحلقات وانعرف كمان سر الاوضة دي ياربو ملخص يكون عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة اشتركوا كل جديد اشتركوا على خيب